شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثاني الميداني الذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة جاء ذلك بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوية للجيش الثاني الميداني والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بحضور الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وألقى لواء أركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف بدأت المرحلة الرئيسية بعرض ملخص الفكرة التعبوية وعرض القرارات المتخذة من القادة أثناء إدارة المشروع ونقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم وكيفية اتخاذهم القرارات لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات مشيدا بالمستوى الراقي لكافة العناصر المنفذة للمشروع مما يعكس الاستعداد القتالية العالية والتدريب المتميز والاحترافية في تنفيذ المهام وكان الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة من مختلف المستويات وإجراءات تنظيم التعاون والتنصيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرة كافة العناصر المشاركة بالمشروع على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات وفي سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مقاتلي الجيش الثاني الميدني حيث نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذلونه لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم وأثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميدني في حماية الوطن وصون مقدراته موشيدا بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء وأضر الفريق أول محمد زكي حوارا مع رجال الجيش الثاني الميدني استمع فيه لأرائهم واستفسراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات مواربا عن سعادته لما لمسه من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة فضلا عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميدني